بسم الله الرحمن الرحيم في الدولات انا ممكن تروح تعمل الانترفيو بالخمسة ساعات في احد الشركات وتجاوب عليها كويس الاسئلة كلها تيكنيكل فمونتس بيقول لك طب بروح قبل اتشار فانتا بتوقع تروح اتشار يقول لك عايز توبك كام فتقول له خمسة مليون فيقول لك ماشي ما فيش مشكلة لا بتروح بتلايه بيديك اسئلة بتحس انها بسيطة وهبلة وراجل ده بيتكلم في ايه او يديك ورا ويقول لك حلها تحس انه بمتدلل الحضارة فانت بتتكلم بحسنية فتلاقي نفسك ما تقبلش في الشركة لان هي اسئلة بيبقى مقصود بها ايه حاجة معينة انت مش بتعاوض عليها او ما تعرفش تجاوب عليها ازاي فتلاقي نفسك وقت فانحاول ان شاء الله كل مرة اخذ سؤال بسيط كده ونفهم ايه المقصود منه في سؤال مثلا يمكن يقول لك ايه عيوبك يعني انا عايز تتكلم عن عيوبك فاغلب الناس او العادي بيرد اصلا طيب زاد عن اللزوم اصلا ما ببزعالش حد لا او كده يعرف ان انت بتحاول تهرب او ان انت مش واقعي خلينا نتكلم مثلا الصح ان انت اولا ممكن تشوف عيوب مالاش علاقة بالشركة تمام او ممكن تقول انت مثلا رايح حاجة رياضية فما يفعش تقول له مثلا انا محابيش عارب رياضة تمام ممكن تقول له مثلا انت رايح تشتغل مثلا في حاجة في الكمبيوتر فتقول له الخطي في الكتابة اليادوي بش حلو انا عن نفس ما بعرفش اطبخ فبتجاوب اجابة ما تتعرشش مع الوظيفة يعني هو ما يفش منك بسبب او يقول له ان ده ما يفعش للوظيفة دية بسبب انه ما عرفش حاجة دي يعني ما يفعش واحد يراح الشغل محاسب ولا انا ما بعرفش حاجة معه اطرح تمام لانه حتى لو شغلها الكمبيوتر لازم يبقى عارف الحسابات بحيث لو حاجة غلط او حاجة بسيطة يقدر يعملها على طول او ممكن تقعد تقول عن شوية عيوب كانت فيك وانت صلحتها يعني انا شخصيا كنت من نوع اللي بتنرفس جدا بس الحمدلله اثناء الدراسة اعت ادرس الموضوع مع نفسي وبدأت الحمدلله لما بتنرفسي يعني بصعوبة لما حد نرفزني تمام او ان انت تتكلم عن عيب ومخبرتها ميزة تمام او انت بشغال بتصلحها او انا حاسه مثلا ان انا عني مشكلة في كذا وبصلحه عن طريق كذا 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 يعني والله انا حاسه مثلا ان انا ذكرت في حفز وشوش الناس ضعيفة بس ان اللي اتحل لك ان انا كلما شوف حد لازم اول ما تسلم عليه اه اعضو اسمه اول ما قولي انا اسمي احمد اهلا ازاك احدى انت احمد وعنوا انا مخصوص احمد فالإسم بدأ يتحفز بدأ تحل المشكلة ديت تمام من دين الحالات التانية برضو لو هو اكتشف فيك عيب يعني هو بتكلم معك يقول لك بس أنا حاس ان انت بش كواس في الإنجليزي او ان انت بش طالك في الكلام او ان انت رجل خجول فوسعدت يقول لك بعض العيوب عساسي يربكك طب الحال انت حقيه لو هي حقيه اعترف بيه اقول له اه انا فعلا يعني سعيد ان انت انا فعلا ما اترف بكده وبحاول حالها عن طريق كذا 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 وان شاء الله تختفي قريب ممكن تقول له مثلا لو هي انت شايف انها مش موجودة اقول له والله ده يعني رأيه احترم بس انا شايف ان انا مثلا الانجليزي عندك كويس وانا دخلت الطيفل وعملت كذا كذا وان شاء الله حاول اقوى الناس في اكتر وكذا دي بعض الحاجات اهم حاجة ان انت ما تجدبش نهائيه ما تخليش في اي كتب خالص لان الكتب كذا كذا يتقفش ولا باشكلاوحش والسلام عليكم ورحمة الله